لا حاجة أن تخبرنا العصفورة عما سيدور في فلك الحكومة المقبلة شكلها المحاصصي الذي تحذر منه الأوسط الشعبية أو نهجها البرامجي أو مدة حياتها سرعة إنجاز الحكومة تعتمد وفق سياسي الطراز الأول على المدة التي طالت باعتماد الإطار التنسقي مرشحهم السوداني لرئاسة الحكومة واختيار وزراء لها وفي بحر الشهر الكامل دستوريا لمنح السودان فرصة اختيار كابنته تنقسم الأهواء السياسية بين راغب للحكومة ومعارض لها أما الراغبون فهم بالطبع مع أربع سنوات كاملة مكملة للسودان لتحقيق أهداف حكومته أو ما وضع لها لكن مع هذا فإن المعارضة بتيارها الصدري الأبرز وقوى سياسية أخرى قد تذهب إلى احتجاجات وخطابات إعلامية حادة اللهجة على طول مشوار الحكومة المقبلة سيما للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ونزيها وهي ما ستتعهد حكومة السوداني إجراءها ضمن منهاجها الوزرية لكن هنا ينخفض عمر الحكومة بتوقع يذهب إلى ما لا يزيد عن عام ونصف بأعلى تقدير مصادر محسوبة على الإطار التنسقي رجحت أن تأخذ الحكومة عمرها الدستوري أربع سنوات كاملة مصادر أخرى رجحت أيضا أن تمضي الحكومة إلى نهاية عمر الدورة الحالية وهو ما تحدثت أصوات أخرى عنه باتفاق سياسي مسبق وهو أن لا يزيد عمرها عن سنة ونصف وفق برنامج ومنهاج حكومي سيصوت عليه البرلمان بأغلبية مطلقة وبالنسبة لموضوع الانتخابات المبكرة فإن صدى الاهتمام بها لم يلقى قبولا دوليا أو أقليميا وربما لم يتفق عليه في الداخل العراقي بعد وهو ما قد يتيح التفسير إلى أن عمر الحكومة لن يقل عن عام ونصف وربما يستمر لأربع سنوات إذا كان هناك اتفاق بينها وبين معارضيها الذين على رأسهم أتير صدري اشتركوا في القناة